السيد الرئيس السادة الحضور تقوم وزارة وتموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال القمح كواحد من السلع الاستراتيجية التي يتم توفيرها لكافة المواطنين من كل المحافظات بالإضافة إلى استكمال المشروع القومي للصوامع كواحد من دعائم البنية الأساسية للأمن الغدائي مع العمل على تطوير كافة الشوان على مستوى الجمهورية مع كلمة الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل عام وسعادتكم بخير والأمة المصرية جميعا بخير بمناسبة موسم حصاد القمح 20-23 إن محصول القمح وخاصة في جمهورية مصر العربية يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية إن لم يكن هو أهم محصول استراتيجي في مصر لأسباب كثيرة ليس فقط من العائد الاقتصادي لكافة العاملين فيه ولكن كذلك يمثل الأساس لإنتاج رغيف الخبز والذي يعتبر هو جزء من الأمن الغذائي الحقيقي للشعب المصر موسم الحصاد دائما بيبتدي في النصف الثاني من شهر أبريل ويستمر إلى النصف الثاني من شهر يونيو أو إلى أواخر يونيو قبل هذا الموسم تقوم وزارة التموين ووزارة الزراعة بالتنسيق الكامل حتى يمكن إعداد كافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال هذا الموسم وإحنا بنتكلم مع حضرتك دلوقتي في ربعمية وعشرين لجنة بتعمل على جميع أنحاء الجمهورية لاستقبال هذا القامل اللجنة الوحدة فيها التموين فيها الزراعة فيها هيئة سلامة الغذاء فيها الوزان المعتمد فيها كذلك أمين الشونة أو رئيس الموقع اللي موجود بس عشان نتخيل حجم العمل الموجود وبيأخذ عناية هامة جدا وغرفة عمليات يومية موجودة في الوزارة وفي كل المدريات لتجميع كافة البيانات وكافة الأعمال لمتابعة هذا الموسم بالنسبة للمساحات تنكلم عن هذا العام المساحات المنذرعة وجذلك سعر الأمح المحلي والذي مسل جزء أساسي في هذا الموسم ثم الموقف الحالي لعملية الحصاد ثم مقارنة مع العام السابق حتى تاريخه تبلغ المساحة المنذرعة كما سمعنا بيانات وزارة الزراعة ثلاثة واثنين من عشرة مليون فدان أمح ومتوسط الانتاج بالأردب عشان الناس تبقوا معنا من تمنتاشر لعشرين أردب اللي هم يمثلوا حوالي في المتوسط العام من اثنين وسبعة من عشرة ليه ثلاثة طن للفدان فبنقول الانتاجية بتاعتنا ما بين تسعة واثنين من عشرة لعشرة يعني عشرة مليون طن انتاج مصر بالنسبة للأسعار ودي بقت حاجة هامة جداً بعد توجيهات سياة تكبيه تفعيل مفهوم الزراعة التعاقدية وأن يكون هناك نوع من الدعم المباشر للفلاح وللانتاج المحلي ففي يناير بيبقى فيه تنسيق ما بين وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة المالية وبيعرض هذا على مجلس الوزراء لوضع ما نسميه سعر استرشادي بس أحب أقول لنا أن السنة اللي فاتت كان هذا السعر تمنمية وعشرين جنيه طبعاً للأمور اللي مرت بيها والظروف والتحديات العالمية اللي تمت فيه المرحلة اللي فاتت فإحنا ابتدينا بسعر استرشادي 1250 وسيادتك وجهت بعد ذلك بأهمية أن احنا قبل حتى ما نبتدي التوريد الأمحم الفلاح أن احنا نعيد دراسة هذه الأسعار فتم إعادة دراسة الأسعار بناء على الأسعار العالمية المتاحة في هذا الوقت وبناخد ثلاث شهور سابقة لهذا الموضوع وتم التوافق في مجلس الوزراء بنعم كافة أعضاء الحكومة على 1500 وهذا رقم غير مسبوك في الأمح في سعر الأمح المصري بمعنى صح بزيادة 20% هذا الموضوع يمثل دعم حقيقي وعائد متميز للفلاح بالنسبة للظروف اللي احنا موجودين فيها لم نكتفي بذلك ولكن هناك أزمة حقيقية في الأعلاف أو نقصة عشان نبقى نتكلم بواقعية نقصة حقيقي في الأعلاف وبالتالي قد أن سعر الرد شد كلمة شد معناها ارتفع سعر الرد وبالتالي كنا عايزين في الموسم الجديد أن احنا نقلل من ارتفاع هذا السعر حتى نقلل من تكلفة العلاف النهائية فتم الموافقة وتم صدور قرار بأن احنا بنسلم الفلاحة 10 كيلو عن كل أردب بسعر 8 جنيه للكيلو أو معنا صح 8000 جنيه للطن وده برضو نوع من دعم للفلاح وتربيته بحيث ما يضطرش يشتري الرد من السوق بسعر أغلى من ذلك وطبعا بنتحها ليس فقط لموردي الأقماع فقط ولكن لكل المربيين كذلك دعما لعملية التربية التربية العجول في جمهورية مصر العربية وتقليل سعر اللحمة في هذه الفترة بالنسبة للوضع حتى هذه اللحظة احنا النهاردة وصلنا الحمد لله تعدين اتنين مليون لما بدين البرزنتيشن واحنا كنا في تمانية خمسة كان واحد واربعة من عشر الحمد لله النهاردة وده برضو خبر عظيم جدا تعدى الكمية التي تم توردها لوزارة التموين اتنين مليون طن واحنا تقريبا في نص الموسم يعني خمستاشر يونيو يبقى برضو متوازن فاحنا المستهدفينه في هذا العام أربعة مليون طن انا بس بتكلم على ان النهاردة معنا صح تم تدبير حوالي واحد وعشرين مليار جنيه تم صرف حقيقة وانا بكلم مع حضيرك تمنتاشر مليار جنيه لثادة المزارعين كل أسبوع مرتين ودارة المالية بتدعمنا بالفلوس فاحنا محططين خطة لو وصلنا لأربعة مليون هيبقوا أربعة مليار لسبب النهاردة لما بنقول ألف وخمسمية يبقى الطن عشر تلاف أو تسعة تلاف تسعمية تسعة وتسعين جنيه يعني عشر تلاف يعني الأربعة مليون طن هيمثل لنا أربعين مليار جنيه في كالسة كل ده ببقى دعم أو جزء من الدعم رغيف الخبز الذي لا يذال يتاح للمواطن بخمس قروش وفيه هناك مبدأ مهم جدا وده مستمرين عليه أن احنا بنسدد قيمة ما تم توريده الحق قال البنك الزراعي معنا وكافة الجهات المسوقة سواء الشركة القبضة للصوامع أو الشركة العامة للصوامع أو الشركات المطاحن التبعة للشركة القبضة للصناعات الغذائية هم الأربع جهات القائمين بالتسويق في التزام بيتم سداد للمزرعين خلال 48 ساعة حتى يشعر المزارع أن خد حقه في أقرب وقت بالنسبة للمقارنة بس عشان بس ما نقولش احنا كنا نستهدفين السنة اللي فات أكتر من أربعة بس وصلنا لأربعة وإحنا السنة دي مستهدفين أربعة الأخضر ده السنة دي بس برضو احنا مستهدفين أربعة مع أن معدل التوريد هذا العام في نفس هذه الفترة أعلى من المناظر في العام السابق يعني الأحمر ده هو ما تم توريده حتى تاريخه في العام السابق والسنة دي أكتر آه بس يعني إحنا زي النهاردة السنة اللي فاتت كان واحد واربعة من عشرة مليون طن بس مش معنى كده أن الموسم هيجيب أكتر لأ الموسم هيجيب تقريبا نفس الحاجة نتيجة كان فيه تأخير في الموسم اللي فات في الأمح إنما الحمد لله أن المعدل حتى تاريخه أعلى من المعدل العام السابق وبالتالي يبشر بموسم متميز وزي ما سيادتك تفضلت كلما بزيد المنتج المحلي كلما بنقلل فطورة الاستيراد وليس فقط فطورة الاستيراد ومنقلل الضغط على العملة ومن ثم تزيد العائد بتاع العمل جوة مصر والفلوس كلها بترجع تاني لأهلنا في مصر من أهم المشروعات ويعتبر بأمانة جزء أساسي من البنية الأساسية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي هو مشروع القومي للصارب وهذا المشروع ممكن سيادتك اللي ديت تدفع كبيرة جدا من 2014 لغاية 2017 بالمشروع القومي العظيم للصوامع والخمسين صومع اللي تم عملهم في هذا الوقت وده هو اللي اتحركنا من واحد واثنين من عشر مليون طن تخزين صوامع كان موجود في 2014 إلى النهاردة عندنا تلاتة ونص مليون طن تخزين هذا الموضوع ليس فقط أنه بيحافظ على الأقماح طول العام بجودة عالية والإنتاج دقيق جيد ومحافظة على إنتاج رغيف الخبز بمواصفاته الجيدة لا ده هو بيوفر على الأقل من عشرة لخمستاشر في المية كانت بالضياء فاقد في الشوان والتخزين المكشوف وده أقل تقدير ومن ثم لو بصينا كده زي ما حضائك قلت لو أنا بستهلك في عيش التمويني حوالي عشرة مليون طن سنة يعني العشرة في المية يديني مليون طن المليون طن دول يمثلوني بسعر المحلي النهاردة لو عشر تلاف يعني عشرة مليار كل هذا المشروع تكلف حتى اللحظة دي سبعة وسبعة من عشرة مليار جنيه فهو مشروع اقتصادي ومن ثم هناك تخطيط زي ما قلت اللي عندنا تلاتة ونص مليون طن دلوقتي هناك خطة لاستكمال هذا المشروع بإضافة واحد واثنين من عشرة مليون الخطة دي تم التعاقد مع البنك الدولي في الظروف التي حدثت بعد الحرب الروسية الأوكرانية وخيام البنك الدولي بدعم مفهوم الأمن الغذائي وتم الاتفاق هنا على تمويل حجم صوامع ساعة تخزين سبعمائة وخمسين ألف طن ومع الاتحاد الأوروبي بربعمائة وسبعين ألف وبالتالي هنزود خلال العامين القادمين واحد واثنين من عشرة مليون أهم نقطة في اتفاقية الصوامع اللي هيتم إنشاءها صوامع الدندرة ودي فقنا وكذلك تشكى واحد وتشكى تنين صوامع الدندرة من ذاتها أنها هتبقى موجودة كنقطة منولة للأقماح اللي جاية من الجنوب لسبب الدندرة هيبقى موجود معها سكة حديد وموجود معها هنا لنهري وموجود معها طرق وبالتالي تعتبر منطقة متميزة جداً لتداول سواء تخزين أو تفريغ أو نقل بمنتهى الكفاءة بالنسبة طبعاً زي ما شفنا والتوجه اللي حضرتك قلته لنا فيه إنهنا هنصل لمليون طن من تشكى وبالتالي لابد يكون عندنا بفر أو مكان نخزن فيه حتى يمكن أن ننقل أثناء الموسم فهنبدأ بتلتمية ألف طن بالإضافة إلى ساعات دي أماكن جديدة اللي احنا بنقول إنشاء جديد كل ده إنشاء جديد بس ده إنشاء جديد في مكان جديد وده إنشاء جديد إضافة للمكان يعني الصومعة بني عبيد موجودة صومة اللي هي موجود الإضافات ده بالنسبة للاتحاد الأوروبي هنضيف ربعمائة وسبعين وجاري الاتفاق البنك الدولي تم الاتفاق وتم معينة الهندسية وتم كافة الأمور وهو في المرحلة التطرحة حتى يمكن التنفيذ التعاد الأوروبي جاري الاتفاق عليه هنا بس يسعدني جدا إنه يبقى خريطة مصر عليها أماكن الصوامع والبناكر والهناجر بمثل هذه الكسافة ومن ثم نؤمن تأمين حقيقي لتخزين أكبر أهم سلعة استراتيجية في جمهورية مصر العربية ونحافظ عليها العام بل بالعكس الصوامع ممكن تحافظ على الحبوب أكثر من عام واستخدمناها الحق وقال كذلك في تخزين الدرة عندما احتجنا للدرة وبالتالي يمثل الحق مشروع استراتيجي هام جدا حضرتك دعمتو والحمد لله بدعم حضرتك مستمرين فيه إلى هذه اللحظة نأتي بقى بمثل كل هذه الأمور محتاجينها للأمن الغذائي وموضوع الأمن الغذائي أصبح الآن على الأجندة كل المنظمات الدولية وكل الجهات بل بالعكس بقى رقم واحد كأساس لأمان الأمن القول وبرضو بمنتهى الفخر وبمنتهى السعادة أننا لازم أقر هنا أن حضرتك وجهت قبل أزمة كورونا وقبل الحرب الروسية الأوكرانية بضرورة زيادة الاحتياط الاستراتيجي من 3 تشهر إلى استهداف 6 تشهر فالحمد لله كنا خدنا هذا و نقدر نقول النهاردة وإحنا بنتكلم لا أنا بعتذر دي 4 وتسعة من 10 أو خمس سهر إحنا النهاردة بالموجود معنا بالموجود احتياط الأمح خمس سهر وهذا الأمح مهم جدا لأننا بننتج به لواحد وسبعين مليون مستفيد من العيش البلد النقطة اللي وقفين هنا عندها أن هذا الموضوع الأمن الغذائي يعتمد على أهمية توفير السلعة إن لم يكن لدينا السلعة زي ما احنا بنشوف في الأزمات اللي حوالينا الدنيا لا يمكن أن تنتصف فأهم حاجة توفير السلعة بحيث أنها تكون موجودة ثم اتاحتها للمواطن ومن هنا شبكات التوزيع وأهمية المناطق اللوجستية والأسواق الجملة والنصف الجملة وكذلك المخازن الاستراتيجية وسلاسل المنافذ التوزيع كل هذا حضرها اعتمدت هدنا في خط التطوير التجارة الداخلية بس بتكلم على بدون وجود السلعة على أرض مصر تبقى في أزمة وندرة ومن ثم تكون مشكلة فالحمد لله الأمح عندنا خمس شهور حتى هذا التاريخ بالنسبة للسكر نقلنا نقلة موضوعية جداً في السكر بحيث أن احنا وصلنا لاكتفاء حوالي واحد وتسعين في المية خلال واحد وعشرين اثنين وعشرين وكنا خمسة وسبعين في المية في الفين وسبعتاشر بالقريب القريب جداً في وصلنا واحد وتسعين تخفضنا الاستيراد في الفين وسبعتاشر وزارة التموين استوردت مليون طن العام الماضي احنا استوردنا فقط متين الف طن خام بسبب عندنا فجوة والقطاع الخاص عشان أمين جداً استورد متين الف زيهم يعني فجوة كلها بقيت حوالي ربعمائة الف طن وان شاء الله نستكملها عندنا احتياطي يصل لسبع شهور في السكر بمعنى صح الحمد لله وانا بقول قدام حضرتك لن يوجد أزمة سكر في هذا المقام ولكن لابد أن نحافظ على منع تصدير السكر لسبب السكر النهاردة في السوق العالمي بسعر غالي جداً جداً فالحمد لله نحافظ على المخزون اللي موجود عندنا ما يطلع شبر بالنسبة للرزة عندنا 3.1 ومن أهم الأمور ان احنا صناعة المكانون بقت متقدمة جداً جداً في مصر ومن ثم بقينا نحط سلعة الماكرونة كأحد البدائل للرز على بطاقة التموين وبالتعاون مع سيلو فود وكل المنتجين اللي موجودين في الماكرونة بقينا تعريباً 50% يعني أنا حسب على أنه كل رز يبقى 3 إنما لو نتكلم فيه اختيارات 50% و50% في الاستهلاك على بطاقة التموين هذا الرقم يطلع ليه 5 شهور أو أكتر كرز تمويني نتيجة إحنا خرجنا من الرز الحر بالنسبة ليه الزيوت ودي من أهم الأمور اللي حانت جداً نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الأزمات اللي تمت كذا وارتفع أسعار الزيوت بدرجة غير مسبوقة مش ضربت في أكتر من 2 في لحظة من اللحظات فالحمد لله عندنا 4 شهور احتياط استراتيجي بالإضافة بالتعاون والتوجيهات حددك مع وزارة الزراعة هنا استهاد العام في 150 ألف فدان زراعات تعقدية وأتمنى التجارب اللي بتتم هنا في زيت في الصوية أو في مستعبى المصر في بزور الفول الصوية هتقد هتدي نتائج جيدة جداً بالإضافة للعباد في حوالي 100 ألف فدان الموافقة على تطوير كافة المصانع وجاري النهار دعت عمل كل الدراسات الفنية لتطوير مصانع الزيوت التابعة بالنسبة للحوم وعن وجود الحرب السودانية السودانية وما عمل قلق في خط الإمداد بتاع اللحوم الحية من السودان إنما بطمن الجميع إن بتوقيع الهدنة اللي موجودة ابتدى يتم انتظام وابتدت تبقى في تم تجميح حوالي 3000 ل4000 فراص موجودين تقريباً على الحدود عندنا وابدت هترجع تاني ومع ذلك تم الاتفاق على توفير اللحوم الحية من جيبوتي وإن شاء الله هذا الأسبوع واستأذنت دولة رئيس الوزر نفتح الاعتماد بحوالي 10 مليون دولار لتأمين وصول اللحوم الحية من جيبوتي استعداداً لعيد الأضحاء المبارك إن شاء الله حتى يمكن عرض أكبر كمية من اللحوم في الأسواق بالنسبة للدواج لدينا اكتفاء ذاتي في الدواج الحية وكذلك لما حصل برضو بعض الظروف الغير طبيعية التي أدت إلى خروج بعض المربيين من السوق نتيجة غلو الأعلاف نتيجة أمور خارجة عن إرادتهم تم الموافق على استيراد 25 ألف طن فراخ مجمدة والحمد الله أدت إلى تهديئة السوق ولدينا يغطي احتياجاتنا لمدة 8 أشهر من الدواج المجمد كل هذا الموضوع يؤدي إلى رسالة اطمئنان مع كل التحديات التي تحدث حولنا وفي العالم ونتأثر بها فالحمد لله استطعنا أن نوفر كافة السلع الأساسية في كل هذه الظروف ونحن الآن عندنا 94 من 10 شهر أمح عندنا 3 واحد من 10 وأزيد رز عندنا 7 أشهر للسكر عندنا بالنسبة للزيت 4 تشهر بالنسبة للحوم الحية 3 ونص وسوف يتم دعم هذا الخطيع في الخريب العجل خير الأسبوعين 3 نبتدي نشتغل مع جبوتي وكذلك بالنسبة للدواج 8 أن كل ذلك هو أساس حقيقي لتفهم الأمن الغذائي وتحقيقه والحمد الله تم ذلك سيادة الرئيس اسمحوا لي أن أعبر عن عظيم شرفي لوجودي في هذا المقام وفي هذا اليوم ليس فقط احتفالا بموسم حصاد أهم سلعة استراتيجية في مصر ولكن لأننا جميعا رأينا الخير ينبع من تشكة ينبع من هذه البقعة التي بدأ التفكير فيها 1997 ثم أنا شاهد يمكن لو رجعنا للتاريخ في 2010 و2011 كل اللي كان موجود شركة جنوب الوادي بتشتغل في 5,000 فدان والوليد ابن طلال بيشتغل في 5,000 فدان والدنيا قد تكون متوقفة أو منسية ثم أعيد الرؤية في هذا الموضوع والحمد لله نرى الآن بنتكلم في 150 ألف فدان منتجين أما يعني يطلعون على الأقل 350 لربعمائة ألف طن أمه ثم شرق العوينات تقريبا زيها ثم الفرفرة ثم عند كل هذه الأمور فليه الفخر أن أشهد هذا اليوم ولولا الإرادة السياسية وتوفير الإمكانيات إرادة وإمكانيات ووجود رجال لتنفيذ هذا مكان هذا يحدث فاسمحوا لي لي الشرف أن نقدم فيلم وثائقي عن البنية الأساسية لمشروع تشكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة